موسيقى ولذلك الجامعة الأهلية عندما تستضيف هذه الحمل فهي تؤمن إيمانا تهم بأننا نستضيف أنفسنا إحنا دائما نتمنى أن تكون مصر هي الشقيق الكبرى إحنا دائما نتذكر الأيام الجميلة التي نتمنى أن تعود ولذلك زيارة هذه الحملة لتنشيط السياحة العربية وبداية الزيارة بالبحرين له دلالة كبيرة الكل يعرف معزة وحب أهل البحرين لمصر الكل يعرف من جلالة الملك حتى أي مواطن في هذه المملكة دائما يعتزون ويشعرون بالفخر والاعتزاز لكوننا أشقاء لمصر مصر أمة الدنيا لا ننسى أفضل وفضاء المصر على كل المنطقة منذ بداية القرن العشرين من أيام البعثات العلمية والطبية والصحية اليوم تأتي إلينا مصر لنعيد أمجاد الماضي لنتذكر يعني الأيام الجميلة نتذكر مكلفون وعبد الوهاب وعبد الحليم ونتذكر جمال عبد الناصر وأيام القومية الحرارية وكيف كنا نشعر بعزة وبافتخار لكوننا ننتمي إلى هذه الأمة وننتمي إلى يعني هذه المجموعة فاليوم الجامعة الأهلي البحرين كلها حقيقة ترحب بمصر وأنا قلت للجماعة أنتم لا تأتون إلى بلدكم الثاني بل بلدكم الأول كيف سيتم التعاون بين البحرين ومصر في طنشد السياق في المؤتمر الصحفي بينا بأننا سنبدأ يعني حول حملة الترويج من خلال تقنينها علميا ومهنيا فليكن التعليم رافد أساسي من روافد السياح وضربنا أمثلة على العملية التعليمية أو الصناعة التعليمية في دول مثل ماليسيا وأستراليا وأيضا وحتى أمريكا التي تعتبر فيها السياح الطلابي السياح التعليمية تمثل أرقام خيالية مصر التي تمتلك جامعات من مئات السنوات مصر وتاريخها العظيم مصر وثقافتها مصر وجوها ونيلها لماذا لا نتعاون في هذا المجال ولذلك قررنا أن نبدأ بالتعليم بالسياحة التعليمية وأن تذهب وفود نبدأ بأول وفد إن شاء الله من الجامعات الأهلية لزيارة مصر لنؤكد نعم لنؤكد للجميع بأن مصر بخير وأن مصر موجودة ويعني كل حاجة فيها كويس ولذلك الحقيقة رح نوقع بعض الاتفاقيات أيضا مع الحمل سوف نقدم بعض الدورات السياحية التدريبية في البحرين في الجامعات الأهلية وفي غيرها من المعاهد والجامعات لأننا متأكدين إن الكل يتمنى أن يحصل على هذا الدعم من مصر والكل يتمنى أن يزور مصر